السؤال الاولاني بيقول زوجي يحملني ذنبه يبقى كده بتقول زوجي يحملني ذنبه انا مش مبسوط في العلاقة الزوجية دي فخ فخ بيعملوه كتير رجالة لما يكونوا عايزين يعملو يعني ده قد السؤال ده بيبقى في بعض الاحيين بيبقى فخ لما يكون هو عايز يخلي الزوجة هي المخطئة ومش هو عايز يتغير ولا حاجة طيب ما ينفعش ان حد يحمل حد ذنبه ان هو مش مبسوط لان اي فساد في العلاقة الزوجية او اي مشكلة في العلاقة الزوجية سببها الطرفين يعني على سبيل المثال نفترض ان هو كلامه صح ان انت مش بسطا يعني ايه مش موصلاء لمراده من الجواز او لتوقعه من الجواز طيب هو عمل ايه هل هو اكلمك وقالك ازاي انتو الاثنين ممكن توصلوا الى السعادة مش هو بس لان من الافات في الحياة الزوجية ان يبقى واحد شايف نفسه ومدار العلاقة الزوجية ابدا الاثنين شوف حتى في القرآن الكريم لما جيه يتكلم عن العلاقة قال وعاشروا هن وعا عاشروا هن يعني ايه ايه اللي حاصل اتى بالصيغة تدل على المفاعلة يعني ايه يعني العشرة من الطرفين وعشان كده الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم حتى واحنا راحين ناحية الطلاء ويبقى ساعتها ايه اللي يحصل عن يطبق عليها ايه قانون الاحسان هل جزاء الاحسان الا الاحسان لو هي احسنت اليك يبقى انت تحسن اليها ولو انت احسنت اليها تحسن اليك وندخل في دايرة اسمها دايرة ايه دايرة اهل الفضل مش دايرة اهل الصراع فاذا كان جوزك بيحملك الزنب دا لا الصحيح ان هو مش يحملك الزنب دا الصحيح ان انتو الاتنين تديروا خلافاتكم عشان تنتقلوا من عدم الرضا الى التوافق ثم الى الرضا ثم الى السعادة فانتو محتاجين ان انتو تديروا حياتكم مش هقولك ان هو غلطان في انه مش مبسوط لكن هقولك ان هو غلطان في انه بيحملك الزنب لان احنا في الخلافات الزوجية لا نبحث عن من المخطئ بقدر ما نبحث عن من الحل هو لازم يشاركك في الحل دا وما يرميش عليك دا وما يحاولش يكسرك عشان هو في الحقيقة يحس ان هو مظلوم ويكون دا مبرر ليه في بعض الاحيين ان هو يكون عنده اي شيء خارج الاسرة ايه وقت يسمعك الكلام دا الكلام دا ممكن يهد من حياتك واضح ان انت متأثرة واضح ان هو قد يكون بيستغل شيء من جلدك لذاتك فانت ما تجلديش ذاتك عايز يحل المسألة هقولك ثلاث حاجة اول حاجة هقولله تعالى نعد ونشوف ايه اللي يخلي حياتنا افضل مش ايه اللي يخليك انت سعيد وحدك ما فيش كده العلاقة ان احنا الاثنين نبقى سعادة لان العلاقة دا مولود جديد بيتولد ما بين ايدنا احنا الاثنين بنا رعاه مش واحد بس اللي بيرعاه زي ما انا مأمورة بطاعتك انت مأمور بان انت تحسن اليه ولذلك سيدنا عبدالله بن عباس لما كان بيدخل بيته كان يتجمل ويتطيب فسألوه انت بتعمل كده ليه قالو انت بسمعا تشقول ايه تعالى وبعدين دا ترجمان القرآن سيدنا عبدالله بن عباس ترجمان القرآن فقالو له ايه قالو انت بسمعا تشقول ايه تعالى قالو ايه وَلَهُنَّ مِثْلُّ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفُ وانت بتقولي كده في الكلام بتقولي بيحملني الزنب يعني ما مش مبسوط وانت مبسوطة لا مش مبسوطة يبقى ولهن مثل الذي إيه عليهم يبقى إيه اللي حاصل يبقى هي انت كمان محتاجة تبسطي فأول حاجة أعوضوا وتكلموا تكلموا كل يوم عن مستقبل والسعادة وده واجب عليكم بدل حصل لكم كده يبقى ولهن مثل الذي عليهم يبقى لازم تعوضوا مع بعض كل يوم وتتكلموا عن مستقبل والسعادة الحاجة التانية إيه غيروا برنامج اليوم وما تستسلميش لأن جوزك يقولك أنا مش مبسوط أنا مش مبسوط قوله بدل ما نتكلم أن أنت مش مبسوط تعال هنتكلم إزاي حياتنا تبقى سعيدة